باهتمام مشوب بالقلق يراقب الشارع اليمني مجريات المشاورات اليمنية اليمنية التي تجرى في السويد في إطار الجهود الدولية الرامية لإحلال السلام وإنهاء الحرب في اليمن أكتمل وصول الوفدين بعد أن بذل المبعوث الأممي جريفث جهدا استثنائيا مكنه من تجاوز تعقيدات وصلت حد وصوله شخصيا لمرافقة الوفد الحوثي الذي فاجأ الجميع بإضافة أعضاء زائدين عن النصاب المتفق عليه وفي كلمته للمؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في جلسة افتتاح مشاورات السلام اليمنية التي تحتضنها مدينة ريمبو شمال العاصمة السويدية ستوكولم قال جريفث إن هناك توافقا شاملا على حل الأزمة وبالإمكان تحقيق ذلك إذا توفرت الإرادة حد قوله وبحسب جريفث فإن المشاورات ستناقش الإفراج عن الأسرى وفتح مطار صنعاء والوضع الاقتصادي إضافة لموضوع الحديدة وأضاف أن هناك مقترحا يتعلق بمطار صنعاء ومقترحا آخرا بشأن ميناء الحديدة وأن الأمم المتحدة مستعدة للعب دور فيما يخص الميناء إذا وافقت الأطراف على ذلك لعل أهم ما أشار إليه هو القول إن جميع قرارات مجلس الأمن الدولية فاعلة بما فيها القرار 2216 الذي لا يزال صالحا دون أي توضيح حول ذلك